استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة معالي الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الدموقراطية الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ومعالي الدكتور أبي أحمد مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تعزيزها بين دولة الإمارات وإثيوبيا في مختلف المجالات واستعرض سموه ومعالي رئيس وزراء إثيوبيا خلال اللقاء الذي جرى في قصر الوطن في أبو ظبي ما وصلت إليه علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وإثيوبيا من تقدم نوعي وفرص تنميته في مختلف القطاعات كما تبادل سموه والدكتور أبي أحمد وجهات النظر بشأن تطورات الأحداث والمستجدات الإقليمية والدولية إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بجهود السلام في القرن الأفريقي وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدان الهيان عن شكره وتقديره لموقف الحكومة الإثيوبية الذي عبرت خلاله عن إدانة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع مدنية في دولة الإمارات وإعلانها التضامن مع الإمارات في مواجهتها وأشار سموه إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين أمن شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر واستقرارهما من ناحية وأمن القرن الأفريقي من ناحية أخرى ما يستدعي موقفا إقليميا موحدا وفاعلا ضد الخطر الذي تمثله هذه الميليشيا على المنطقة اشتركوا في القناة